السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير صباح الامل صباح الابتسامة صباح الطاقة الايجابية عليكم وجمعة مباركة عليكم كلكم باذن الله طيب النهاردة هنعمل شامبو دوف او شامبو بطريقة الدوف الطريقة الاصلية للدوف يعني بس للتساقط تمام كده طبعا هنحن دخلين على الشتاء اه وطبعا هايب نزبط الاشرة في الشعر عليها فاحنا هنعمل الكلام ده عشان خاطر يمنع الاشرة في الشعر احنا كنا عملنا قبل كده شامبو جميل كده يعني بدون كيمويات عشان نطول الشعر لأ النهاردة بقى هنعمل بقى حاجة مختلفة طبعا انا ما تسلمتش عليكم عشان احنا دخلنا على الشتاء يعني والماء هتبرد قدامي ومش هنعرف نعمل اي حاجة ازايكم ومهم دلوقتي انا عندي هنا الصابونة هنا صابونة جلسلين خلي بالكم من حاجة الشامبو انا ينفع اعمله بحاجتين ومفهمش تالي لاما اعمل بصابونة جلسلين اهو او اعمل بصابونة نابولس شاين عشان زيت الزاتون انا واخد هنا نص صابونة من الجلسلين هحطها هنا عندي اهو هقرب لكم القمرة خالص عشان تقدروا تشوفوا اهو تمام وهبدأ نخلي بالكم الطريقة جديدة طريقة جديدة ونبدأ نعملها كده اهو لحد لما تروح انا عايز كل الكلام ده ايه يتصبني انا عايز كل الكلام ده ايه يتصبني طب احنا بقى هنعمل طريقة عسل العسل عسلية كده زيوكو مكملين معها طبعا انا حطت هنا في المية المية مقدارها بالزبط حوالي يعني كوباية ونص ليه انت عامل يا عم يسيف كوباية ونص عشان انا عايز كده كوباية ونص انا عايز الحاجة تبقى تقيلة وبعد كده اقدرنا ايه ازود زي ما انا عايز تمام تمام طيب احنا بقى هنعمل ايه هنقفل معكم دلوقتي طبعا الحاجة ايه اول لما تدوب مني كده هسيبها لمدة نص ساعة او ساعة لغاية لما تتصبني تاني انا عايز الصبونة تتصبني مش عايز الصبونة وحطه اعمل كده على طول لا قطوة بقطوة كده خليك معايا عشان تطلعي ايه الشامبو بتاعك عسل 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 ماشي يلا هارجع هارجع لكم تاني بعد ما تصبن وارجعنا تاني بعد مرور ساعة ويقادي شكل الصبونة بعد ما تصبن اهو شايفين شكلها اهو ده كل ده التصبين بتاعها تمام طيب انا عايز بقى افك الايه التصبين ده هنعمل ايه بقى تاني هنروح حاطين كباية مية سخنة اهو خلي بالكوا هنضقيق جدا يعني ماشي فعشان افك الايه التصبين وبعد كده انا عندي بالايه افك التصبين ده كله اهو اهو ولو عصت تاني مفيش مشكلة اهو انا عايزه بالطريقة دي كده اهو احط بس ايه حبة مية سخنين معاهم وانا عايزه بالشكل ده خلي بالك انا عايزه بالشكل ده عشان بعد كده انا هعمل حاجة تاني تمام طيب هعمل ايه تاني هروح نازل ب نص فنجان اهو نص فنجال شامبو دوف اهو ده نص فنجان اهو تمام اهو انا هنزل بنص الفنجان ده اهو تمام طيب ايه تاني هروح نازل ب بالسم كباية بالسم طب ليه انا حطيت شامبو وحطيت بالسم عشان يعطي الشامبو الضوف عشان هو ضوف انا بعمل شامبو ضوف طب البلسم البلسم عشان يعتبر معايا مادة حفظة وبرضو يديني تنعيم في الشعر اهو الكباية كلها كاملة الفنجال كورنو الكامل اهو تمام وابدأ في عملية الايه التقليب تمام خلي برضو انا عايز نفس العجينة دي كده عشان برضو هروح اعمل حاجة تاني تمام اهو و افضل اقلبهم كده ايه كلهم في بعض طب يا عم يسف ما تعمل العجينة دي هقولك تاني لا انا عايزها كده تمام طيب ايه بقى الحاجات التانية بقى اللي انا هنزل بيها تلات زيوت اول حاجة عندي زيت جوز الهند طب انا بعمل للقشرة هاخد منه بمقدار غطى اهو غطى اهو تمام اهو غطى جوز الهند زيت جوز الهند طيب ايه تاني هاخد معايا غطى من زيت الججوبة اهو هاخد معايا غطى تمام هاخد معايا غطى طيب ايه تاني هاخد معايا زيت شقرة الشاي اهو زيت شقرة الشاي الشاي الاخدر تمام كل ده هيمنع لك التساقط اللي في الشعر تمام اهو انا هياخد غطى اهو غطى اهو اهو تمام طيب ايه تاني بس مفيش مشكلة كل ده خلاص قاع بقى ايه ادوب بقى كده تمام خلي بالك الشاي بقى لونه ايه عشان عشان قطر الشاي انا مش مشكلة عندي اللون انا مش مشكلة عندي اللون انا المشكلة عندي ايه المشكلة عندي ان انا اطلع حاجة كويسة طيب هعمل ايه تاني اروح واخدهم بقى وعلى طول على ايه على الخلاط بنفس الطريقة دي كده بالزبط اخدهم على الخلاط واضرب في الخلاط ونرجع تاني وكده اصبح معانا شكله النهائي بعد ما احنا ضربناه في الخلاط بصوا المنظر بتاعه عامل ازاي شايفين القوام بتاعه عامل ازاي اهو شايفين كده بقى انت معاك الشامبو دوف ضد الاشراء طبيعي مية في المية ده بقى مدة صلاحيته شهر ليه شهر عشان احنا حطينا فيه شامبو دوف وحطينا فيه بلسم اهو شايفين بصوا 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 الحلوة طبعا هنا قوامه هيختلف عن قوام الشامبو بتاع المصانع عشان طبعا المصانع بيحطوا فيه حاجات تانية عشان بتمسكوا لكن ده يحلو معاك يعني في خلال يعني تاني في خلال 24 ساعة هتشوفوا القوام بتاعه عامل ازاي تمام اه استعمليه واستعمليه لشعرك ده افضل حاجة تقدري تعمليها يعني انا يعني يعني انا الصراحة الصراحة يعني عايز ابعت لوكو ان شاء الله ان شاء الله هبعت لوكو حاجة حيل واوي اوي اوي هبعت لوكو سايت لما اجي اعمل الصابون المرة الجاية ان شاء الله هبعت لوكو سايت السايت ده هتكتبي فيه المنتج اللي انت عايزيه وهتجيب لك مصدر الخطورة فيه ومصدر اضراره هو يعني الموقع ده عمله الاجانب اه عبارة عن جايبين المنتجات كلها مقاس منها اي بي سي دي وجايبين مسلا ايه ده خطورته على الصحة واحد اتنين تلاتة وده خطورته على الصحة واحد اتنين تلاتة والصحة واحد اتنين تلاتة ومن ضمن الموقع برضو من ضمن الصايت بيقولك ان ان شركات المنظفات وشركات مستحضرات التجميل يعني شركات المنظفات بتصرف اتنين وتلاتين مليار دولار على الاعلانات عشان خاطر تقدر تبيع منتجاتها ومستحضرات التجميل بتصرف اربعين مليون دولار فاركام مهولة اركام مهولة دلوقتي هم اتجهوا للحاجات الامنة او للمستحضرات التجميل الامنة للمنظفات الامنة ان شاء الله يعني بصوا انا هدولوكو عالصيد ده وهجبهولكو يعني عشان تعرفو كويس جدا ان كل اللي برا دلوقتي ابتدى يتجه للمنظفات ومستحضرات التجميل الامنة لدرجة ان معطر الجاو بقى يعملو في البيت يعني بس ده اللي انا اقدر اقولهولكو يعني اتمنى ان الوصفة دي تعجبكو اتمنى اللي انتو اتجربوها اتمنى اللي انتو تحافظوا على شعركم من الاشرة واستخدمو شامبو الدوف ده يا جماعة اعملوه عندوقو في البيت استخدموه لكم استخدموه ليكم اه اللي مش عايز يحط زيت بتاع الشاي ما يحطهوش عشان اللون بس ده مفيد ليكي ده مفيد ليكي يعني بس مش هقدر اقول لكم كده وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته